عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابل مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لقدوم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في القمة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تبدأ وعملها يوم غد الثلاثاء فقد استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الاستعدادات النهائية التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية من أجل توفير كافة المتطلبات والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة ومجلس الوزراء إذ يعرب عن خالص الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المرافقة لهم متمنيا لهم طيب الإقامة في البلاد لا يتطلع بالمزيد من الثقة والتفاؤل إلى أن يسفر هذا اللقاء الأخوي عن النتائج المأمولة التي تنسجم مع أمال وطموحات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وتجسيد التلاحم والتعاون المنشود في مختلف المجالات وكلما من شأنه خدمة مصالحهم المشتركة ويعكس الإيمان بوحدة الهدف والمصير في مواجهة كافة التحديات في الحاضر والمستقبل ثم ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الهيئات الرياضية التي تم إقراره في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت يوم أمس في مداولتيه الأولى والثانية واستعرض المجلس ما تضمنه من مواد تهدف إلى تطوير الرياضة ورفع الليقاف عن الرياضة الكويتية وقرر المجلس الموافقة عليه بصفة الاستعجال ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وفي هذا الصدد عبر المجلس عن تقديره وشكره للتعاون البناء الذي أبداه مجلس الأمة في تفاهم أهمية هذا القانون وإسهمه الفاعل في إنجاز هذه الخطوة المهمة معربا عن أمله في أن يؤدي إلى تطوير الرياضة الكويتية وعودة شبابنا لممارسة النشاط الرياضي الدولي وارتفاع عالم الكويت ثانية في المحافل الدولية ومن جانب آخر أبنى مجلس الزراء المرحوم بإذن الله تعالى يعقوب يوسف الحميضي الذي وافته المنية يوم أمس الأحد وإذ يستذكر المجلس بكل تقدير أحد رجالات الدولة وإسهامته الوطنية وجهوده المخلصة في خدمة الوطن ولسيما بأنه كان أحد الرموز البارزة في المجلس التأسيسي وصياغة الدستور الكويتي لا يتوجه إلى الباري عز وجل بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنته ويلهم أهله وذوي الصبر والسلوان